في الحقيقة زيارة السيد رئيس الجمهورية إلى ولاية تندوف سوف تفتح فاقاً واسعة بالنسبة للتنمية الاقتصادية في المنطقة لماذا؟ لأنه كما نعلم الأمر يتعلق بإعطاء دفع أو تتشين أو بداية الأشغال في عدة مشاريع ملاقة من بينها بداية استغلال غار جبيلات يعني من أكبر مناجم الحديد في العالم حوالي 3 إلى 4 مليار طن حسب التوقعات وكذلك تتشين سكة الحديد من بشار إلى تندوف إلى غار جبيلات على مساف 950 كم وكل هذه المشاريع سواء بالنسبة للمنجم أو بالنسبة للسكة الحديد إلى آخرين كلها سوف تساهم في إنشاء مناصب العمل يعني لا تقل عن 5000 منصب عمل مباشر إضافة إلى ما لا يقل عن 20 إلى 25 ألف منصب عمل غير مباشر لماذا؟ لأن مادة الحديد كما نعلم سوف تكون مادة أولية سواء للمصانع في الجزائر سواء لتصدير في الموانئ إلى آخرين إلى آخرين نحن نعلم بأن منطقة الجنوب عانت كثير من التهميش ومن الإقصاء ومن حتى يعني أصبح الشباب يعني يتظهرون في كثير من الأحيان مطالبين بحقوقهم سواء في ورقلا أو في بشار أو في أي مدينة أخرى وحتى في تمرست فأعتقد بأن هذه اللفتة من سيد رئيس الجمهورية يعني عبارة عن تمئنان بأن السلطات لم تغفل عن جنوب وإنما سوف يكون له مستقبل واعد بمثل هذه المشاريع أو بتدشينها أو بيعطاء دفع لها أو بالحرص المباشر من سيد رئيس الجمهورية على انطلاقها إيمانا منه بما سوف تفتحه من آفاق تنموية على هذه المناطق خاصة في الجنوب زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر